وفي مزارات تانية في المدينة أزورها نعم احنا زورنا المقام الشريف وزورنا الصاحبين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وانت طالع من باب البقيع أو من باب سيدنا جبريل اللي هو باب الخروج من الزيارة تاجي مقابلا لك مباشرة البقيع بقيع الغرقد وهنيئا لأهل المدينة أنهم في البقيع بجوار الحبيب الشفيع تشرف أهل البقيع بالحبيب الشفيع جوار النبي ده شرف ما بعده شرف منزلة ما بعدها منزلة مكانة ما بعدها مكانة درجة ليس بعدها درجة إننا أبقى جار حضرة النبي مجاور للنبي ومن جاوره في الدنيا إن شاء الله سيجاوره في الآخرة تدخل البقيع والزيارة في البقيع للرجال دون النساء تدخل البقيع ممكن بعد صلاة الفجر أو العصر بيفتح البقيع أو بعد أي صلاة مع الجنائز التي تدخل البقيع من رحمة ربنا إن اللي بيموت في المدينة يصلى عليه في المسجد النبوي ويدفن في البقيع والبقيع ده مطلوب الصالحين إلهي نجنا من كل سوء أنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقراً ورزقاً ثم دفناً بالبقيع وإنت في المدينة أيضاً تحرص على زيارة مسجد قباء ينفع أقول قباء وقباء من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له ثواب عمره اللي يتطهر في بيته في الفندو اللي هو فيه ويطلع متوضع ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين تحية المسجد ركعتين سنة ركعتين لله قضاء حاجة ما شئت أن تصلي صلي ركعتين اتنين كتب الله لك ثواب عمره بصلاة هاتين الركعتين وكان سدن النبي يذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين كان يروح السبت وغير السبت وكان يذهب راكباً وكان يذهب ماشياً وعملوا دلوقتي في المدينة حاجة اسمها ضرب أهل السنة أو ممشى أهل السنة يعني طريق قدام من المسجد النبو الغيط قباء حوالي ثلاثة كيلو الناس بيمشوها دلوقتي تأسياً بسيدنا رسول الله هل هناك مزارات أخرى في المدينة؟ نعم زر جبل أحد وزر شهداء أحد وزر سيدنا الحمزة جبل أحد اللي كان عنده غزوة أحد سنة ثلاثة هجرية لما تذهب إلى هذا المكان تستشعر القيمة الحقيقية للتضحية والفداء في سبيل الله صحابة سبعين صحابي من بينهم عم النبي من النسب وأخوه من الرضاع سيدنا الحمزة بن عبد المطلب أسد الله أخو النبي من الرضاع رضع من السيدة ثويب جرية أبي لهب وعم النبي من النسب أخو أبوه عبد الله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أسد الله وأسد رسول الله سيدنا الحمزة قتل في هذه الغزوة لما قتله وحشي وجاءت هند وأخرجت كبد سيدنا الحمزة ووضعته في فمها ثم لاكت الكبد وشاءت إرادة الله أن يشع نور الإسلام في قلب هند فهداها الله للإسلام وشاءت إرادة الله أن يهدي وحشي بعد هذا فهداه الله للإسلام وإنت عند أحد تسلم عليهم السلام عليكم در قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وتنظر لجبل أحد وتتفكر في هذه العظمة وفي هذه الجبل الذي أحبه النبي وقال أحد جبل يحبنا ونحبه كان النبي ويف على الجبل هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان فاهتز الجبل فقال النبي أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدا فثبت الجبل وكان سيدنا النبي يقول أحد جبل يحبنا ونحبه وهو جبل من جبال الجنة في الجنة جبل أحد يبقى في المدينة هنظر سيدنا النبي ونظر سيدنا أبو بكر ونظر سيدنا عمر ونظر أهل البقية ونظر شهداء أحد مع سيدنا الحمزة ونرى جبل أحد ونصلي ركعتين في مسجد قباء فوده المزارات الموجودة في المدينة المنورة التي نثاب على زيارتها ونتأسى برسول الله لأنه زارها